هلو هلو اليوم راح نشوف طريقة عمل الكباب اللي نسمي كباب الطاوة طريقة جدا سهلة مكوناتها لحم مثروم وطماطا وبصل وكرافس كل شي مثروم ناعم وملح وفلفل أسود وكاري وكركم وبصل مطحون هي هاي البهارات اللي أخليها راح أعجلها أضيف لها طحين وأضيفوها الطحين البقسم اللي هو أو إذا عدكم مثلا خبز يابس والتحنو همين عادي راح يطيق قرمشة وما يخلي العجينة ما الكباب تنفك عندي بالقلي راح أضيف البصل والكرافس والطماطا لللحم المثروم اللحم المثروم شوية ويا شحم راح أضيف لهم الملح والبهارات بعدين أبدي أضيفوها الطحين والبقسم ما راح أضيف كل الكمية اللي عندي ما أريد الكباب يصنع ببالك خبزة فتضيفون على مصطرعتكم العجينة يعني على ما تنعجين كلها سوى بإيدي رشيتي شوية مي وهي جسالة العجينة جاهزة من أعجل الكباب دائما نعوف فترة للعجينة ترتاح وبنفس الوقت أحضر الأشياء اللي وياه ملحت البيتنجان راح أقلي بيتنجان سيلاقيت بتيته خليت عليها ملح وكركم كمية بديت أقلي الكباب تشكلون الكباب بالطريقة اللي تعجبكم يا أما دائري أو بشكل بيضوي تخلون زيت على النار لما يحمى تنصوه وتبدون تشكلون الكباب حتى اللحم اللي بداخل الكباب يستوي فلازم النار تكون شوية ناصية وبنفس الوقت قليت البتاتة والبيتنجان وهذا صار شكل الكباب شوفوا أنا خلي البيتنجان جو الكباب وهاي البتاتة البتاتة فتشي مقرمش وطعمها يخبل والكباب فتشي رهيب وصارت بشوية قرمشة وطعمها مطبيعي كل هاي الأشياء هي الكباب هي يعني هي تصير مكملة إليه وإذا تحبون يسوي اللفة فأنا أسوي اللفة بهالطريقة هذي يصير فتشي طعمها مطبيعي جاربوا وصفة الكباب وصفوا هاي اللفة وألف عافية اشتركوا في القناة